تلك خالد جلال بيمثلك ايه الاسم ده؟ المعلم المعلم التجربة دي فرقت معاك يعني انا عارفة ان انت روحت مركز الابداع وده كانت اول خطوة بعد التخرج التجربة دي فرقت معاك الوقت يعني ولا انت حسد الوقت انها كانت مجرد وقت كده مرحلة مثلا فرقت فرق كبير جدا في حاجة الاستاذ خالد جلال كان بيختار بمعايير معينة الاستاذ خالد جلال كان بيختار مثلا خمسين ممثل او خمسين ولد وبنت من اصل الفين او تلات تلاف كان عاوز يخش للمركز يعني باختبارات وحاجات كتير كان بيبقى حديث انه مثلا يختار من الخمسين دولار من عشرين ممثل شافهم شافهم قبل كده وشافهم بيمثله ازاي وكل الكلام ده وهو كان بيختار على معايير محترم اوي وزكية جدا بيختار جراندات واختار شباب واختار بنات واختار كاركترات واختار جان واختار ريدت واختار كان بيعمل توليفة منطلق ان لو بقيوا معاي لغاية اخر لاصل لغاية مشروع التخرج لغاية المسرحية بتاعت التخرج تدل معاي الخمسين دول هارف عمل بيهم مسرحية المسرحية اللي فيها خمسين حد فيها جراند وفيها وفيها زي بيقول لحضرتك توليفة كاملة تكالب فيها خمسين ممثل على مصرح بيعملوا مصرحية ومدتها ساعة ساعة ونصف ومدي كل حد على قد قدره على قد إمكانياته زي بيتقال هو عندنا في الملخسة اللي عمي كنا مدينا المصرحات تحسيش ببطل ما فيش بطل في المصرحية العمل هو البطل والاخراج بصراحة هو البطل فكان قدتني ايه بقى في الفترة ديت ليه كنت بحكيلك ان البصير الخالج جاء لكم بيختار ساعة ممثلين يعني انا متعلمتش تمثيل عند خالج جاء انا خدت ثقة كبيرة جدا عند خالج جاء ودي كانت مهمة جدا ان انت قوي انت مش هقل من ده انا اختارني من عدد كبير جدا الثقة دي في كل الشغلانات اللي في الدنيا اهم شيء في الدنيا الثقة اه لعيب القورة او الفرقة القورة اللي راح تلعب في كاس العالم لو هي واسقة انت مش هقل من الفرقة اللي انت بتلعبها دي انت هتعمل مطشة جبارة زي بيتقالي الثقة دي حقيقة وما تبقاش بس فيك تبقاش مصطنعة تبقى انت فعلا وانت نازل واسق من انت قدوا واحسن منه واقوى لما مثلا مصر راح تلعب الماني زي ما المغرب لعبت ما عرفش كذا وما شاء الله يعني كل التحية والفقر للمنتحب المغرب ومنتحب السعودية وكل المنتحبات الافراقية اللي مستلتنا في كاس العالم قبلنا يا رب ان شاء الله ان شاء الله لما يروحوا يلعبوا قدام الفرقة دهيات كان بيبانوا قدامنا مش بس ند لا انا اقوى فده مهم ازاي هزرعوا ويبقى بجد ما يبقاش بس بالكلام لا احنا لسه جايين فقى سئلة الكورة وانطبع بقى روح المغرب كلها انا انا بتبص على مشوار طويل مشوار بقى قدناه بعد التخرج ومسرح سنين طويلة وكان فيه دراما وسينما اول حاجة بتيجي في بالك ايه بالمشوار ده فيه ناس كتير قوي بتشوف ان موضوع شغل كتير بتاع بيوموا مفؤاد انه بيعوض مفاته لانه ظهر في سنه كبير الحقيقة ده تفسير منطقي بس هو مش حقيق انا انا مبعوضش مفاتني لان انا مفاتنيش حاجة انا وجهة بنظر كده انا كنت بمثل وبستمتع ومثل مسرح وكان عندي جمهور جمهور المسرح مهما زاد مش هيبه زي جمهور البيوت ان مش كل ناس لغاية دلوقتي فيه ناس مقرب عنده ستين سنة عمر امور راح مصرح عنده خمسين سنة عمر وراح مصرح عمر وراح في حياته مصرح ولو راح مصرح راح مر وراح لكن قعد في بيته بيتفرج على السينما بيتفرج على المسلسلات تفرج على البرامج فاكيد اللي بيخش البيت غير المسار غير اللي بيروح يتعطيكد ومشوار وحيات كده زي الاستاد بسلا مش كل الناس ممكن الناس بتشجع كورة طول عمرها بس عمره براح والاستاد ترجمة نانسي قنقر